بات اعمار مدينة الموصل وبقية المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي مشروعا مؤجلا في ظل الحقائق الصادمة التي كشفتها لجنة تقص الحقائق الخاصة بملف اعمار مدينة الموصل والتي القت الضوء على سرقات فاضحة من مخصصات اموال النازحين تم تقديرها باكثر من 300 مليون دولار امريكي العديد من المناطق لم ترى النور منذ التحرير والى يومنا هذا وشوارع محطمة وانقاض لم يتم ازالتها نتمنى ان يعتبروا الانقاض حديد لكي يتم ازالتها والتخلص منها ويجب على الحكومة المركزية ان تركز كل جهودها من اجل اعادة اعمار الجانب الايمن من المحافظة لانه عامل مهم يساعد على غلق ملف خطير وهو ملف النازحين البناء التحطية والارتكازية لمدينة الموصل مع جسورها الخمس المدمرة تحتاج الى نهضة اعمار كبيرة وجهود متكاتفة وليس مجموعة من السارقين الذين تحدثت عنهم لجنة التقصي والتي اكدت استيلاءهم على اراضي شهداء نواه حقيقة تؤكد وبما لا يقبل الشك ان مرحلة اعمار الموصل ستؤجل هذا ان بدأت فعليا وكانت اللجان المسؤول عن ملف اعمار الموصل تحدثت عن مرور اعمار المدينة بمرحلتين الاولى تستمر حتى عام 2022 فيما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 23 وتنتهي عند العام 2028 معطيات الواقع تشير الى ان المرحلة المقبلة على ارض الموصل ستغيب عنها معاول البناء لتحل كبديل عن ذلك خلافات الفاسدين ناغم تميمي بغداد قناة الاخبارية